اتلافات الرئيسي ادينا اللي ما بين الال دون يقوم بي نبلي bleeding iата بي مع شابه من المكاملات الغذائية اولا ال anti food فيه كل مشتقات فيتامين b precisamente هتلاقي بعض المكاملات الغذائية فيه مشتقة او اتنين او او تلاتا بالكتير لكن الAP فيه كل المشتقات عندى ماذج الزنك مع النحاس ممكن تلاقي المكاملات غذائية تحتوى على زنك بس مستحب ولمة اللي يجب السحس 무ني inadvertently يدعمه الزنك ماشه引د ماضي من غير نحس قلب ملتي فيتو داعم جدا كمضاد أكسادا فيه فيتامين سي وفيه فيتامين إي الاتنين دول أنتي أكسيدانت زي ما احنا شايفين على الشاشة الكابر مع النحاس لازم السي يو دي عشان ناس ما تتلعبطش دي سي يو يعني كابر يعني نحاس السي ايه الكالسيوم وعندي الزينك كنت كنت بتقفلي بدي حانات الكاميسري وانتي في سنة ما عنديش زر بتشكك يعني كل ناس بتغشي بينك ده ده بيحصل كان أنا آخر سنتين كنت تقول على ضغفاتي ممكن ناس كتير مش عارفة كنت كنت مذاكر كتير على حياتي كلها كتب مذاكرة كم يا صعبة يا دي دي دا صعبة أنا مش عارفت زي بتستوعبيها بصراحة على طول بالصبح البليل عد على الكتاب كنا نظري داعف والله بس كويس دي دي دا مصلحة لي دي دي دا هو استفدنا بوجودك معنا تسلم يا كريم مرسي طب هل في يعني برضو أي مفاهيم مغلوطة تحب تصححيها للناس اللي اللي مثلا بتخلط ما بين دور المكمل الغذائي ودور المالتي فيتامين طبعا الناس اللي بتفتكر إن المكمل الغذائي أو المالتي فيتامين ممكن يبقى ليه دور علاجي مش تدعيم للصحة العامة لا دا 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 خطأ شائع على فكرة والناس كتير بتقع في القصة دي خلوا بالكم يا جماعة لأن أكيد الصحة مش بتتعود الرشدة الدكتور دي أهم حاجة نحن نروح للدكتور عشان طبعا الشفاء بيبقى من عند ربنا والدكتور بيبقى عامل مساعد فقط فهو اللي بيديك الدواء المناسب أو المصانع الأدوية معمولة ليه يعني مش ممكن أكيد هو الدواء اللي بيعالج مريض السكر لو من نوع أول من غير إنسولين شكرا طيب الفيتامينات مش ممكن هتولدي الإنسولين مثلا مريض القلب محتاج سيولة محتاج أدوية فيها سيولة مريض المناعة مشاكل مناعية بيحتاج حاجات كورتزونات أو مسبتات مناعة تحت إسشراف الدكتور هو اللي بيديله نسبة الكورتزول ويومش عليها سيولة طبعا مش كده بقى لو الواحد بيعاني من أكثر من مرض علاجهم يتعارض مع بعض أو جزء من العلاج يتعارض مع جزء من العلاج بتاع المرض التاني فبديت وزن إزاي بقى الحكاية؟ ده مع الدكتور يا كريم هو اللي بيعرف يوزنها يعني الدكتور الطبيب المعالج هو اللي طبعا بيوزن الأمور دي كلها وبيعرف يدي الدوزز الصح وإن الحاجات ما تخشش في بعض هو الدكتور فقط مش أي حد تاني وياريت الناس ما تفتي يعني ممكن ما حسى حال قالوا أنا عندي كذا كذا خد جيب كذا لا خد جيب كذا دي أنا مقدرش أسمع له أنا لازم أروح للدكتور عشان يبقي يكشف مظبوط ويطب التحليل طبعا لازم كشفه ولازم تحليل سي بي سي وتقوي انزيمات كفدو كلا ووسيولة الدم في قصص كتيرا بالمرة بقى مخاش الناس تدي دواء إن أنا خبرة أنا عشان بقولك بالمرة يعني إيه تعالي برضو يعني عشان دي أنا بشوف إن هي قافة موجودة عندنا ومن زمان يعني إحنا تلاقينا عيانين في وسط بعضينا نبدي لبعض رشتات ووضع عظيم نصرف لبعض أدوية ما نعارب أنا بقولك دي نقطة لازم نعمل عليها سترس لأن دي بيانتج عنها مصايب سودة الحاجة اللي تمشي معي مش بالضرورة تمشي مع لا وكل حاجة طب خلاص خدي مضادة حيوية خدي كل يوم أخد مضادة حيوي لا في أدواء ما ينفعش تتاخد غير مع الدكتور لأن الكثرة لو أنا بصحي منهم حاس أن أنا تعبان والمسكنات أنا أعرف ناس تعبانة جسمها وجهها جسمها مش وجهها بتاخد مسكنات ما ينفعش خالص كل الحاجات دي بتقصر على كلام أي بس أي ألم بتبقى أنت عايزة تسكيني في ساعتها يعني صداع مثلا أيوة بس مش هينفع كل يوم أخد ثلاث أربعة حبات مسكنات ده حصل مع ناس بشوفهم قدام عيني خطر ده طبعاً ما ينفعش في إيه بقى خطر في إيه؟ لا في حاجات كثيرة يعني المسكنات العمال على بطال الدكتور حتى يقولك لا عند اللزوم المسكنا عند اللزوم في ناس ما عندهاش ألم وبتاخد مسكناتها عندها زي أدكت سايكولوجيكلي أدكت كده أنا لم هفض المسكنات لكن في ناس فعلا ما عندهاش ألم وتمشي على المسكنات يعني أتمنى تكون الظروف اللي مرت بنا في الفترة الأخيرة كلنا خلتنا بقينا أكثر حرصا وأكثر وعيا قصة كمان يا كريم أنا حسس بحمودة معدة في حد من صحابه يقوله طب خد الدواء كذا لا مصايد المعدة يعني أروح لدكتور جهاز هادمي هو اللي يقولي أخد الدواء إيه؟ ما ممكن تكون أنت حسس بحمودة وانت أصلا عندك ارتجاع في المريء موضوع آخر خالص فمش ما ينفعش يعني أدوية الجهاز الهادمي بروح لدكتور جهاز هادمي هو اللي يقولي أنا أعمل إيه وأخد إيه وما أخدش إيه قلب مولتي فيت طبعا داعم ولا يتعارض مع أي أدوية لكن دكتور موجودة عشان يشخصون الحالة بتاقي ملت